يعني خلينا متفقين أستاذ الكريمة بأن يوجد بعض النقاط المهمة أولا هو وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة لحتى آخر هذا العام عام 2023 وتشكيل لجان لدمج أيضا البنك المركزي وبناء الثقة بين الأطراف جميعها وأيضا ملف تبادل الأسرة وما شابه ذلك من أهم أيضا الملفة في هذا التوقيت وعليه جدل كبير وملف الأسرة لكما نعلم بأن ملف الأسرة يحتوي على أكثر من 881 أسير بينهما 706 أسير بخصوص الحثيين وأيضا 16 أسيرا بخصوص المملكة العربية السعودية وثلاثة أسرة من السودينيين من أكثر من 181 أسيرا من المرتزقة وبعض القيادات من المرتزقة في الداخل اليمنية هذه أيضا نقطة مهمة ولكن كما نعلم بأن الأوينة الأخيرة النية باتت واضحة من قبل المملكة العربية السعودية بأنها تنهي هذه الحرب ولكن قبل أن نتكلم عن إنهاء هذه الحرب جملة وتفصيلا لابد أن نتكلم بأن يوجد نقاط ارتكاز مهمة في هذا التوقيت أمور وأزمات بخصوص إعادة الإعمار وبخصوص التصالح وبخصوص التقاربات في بعض الأمور وكما نقشت معك أستاذ الكريم منذ قليل بعض الأمور المهمة لأن كما عاهدنا في السنوات القليلة الماضية كان يفقد نقطة مهمة جدا من كلا الطرفين هي بناء الثقة بين الأطراف كان لي يوجد ثقة بين الأطراف وكما نعلم بأن في هذا التوقيت لابد من تنفيذ الأهداف وليس بالوعود فقط سواء من قبل الجانب الحوثية ومن قبل أيضا دول التحالف وأيضا دولة المملكة العربية السعودية وكما نعلم بأن المملكة العربية السعودية أرى بعد هذا التطبيع مع إيران بواسطها الصينية يعني اكتادت كثيرا ومازالت تكتايت في هذا التوقيت بخصوص تنهي هذه الحرب لأسباب كثيرة كما نعلم بأن المملكة لديها رؤية متكاملة لعام 2030 لديها أيضا رؤية في منطقة الشرق الأوسط لديها أيضا كما نعلم بأن منطقة الشرق الأوسط في هذا التوقيت يعني يشهد بعض التقاربات وبعض تغيير المفاهيم وأيضا تغيير النظام أو تغيير في بعض العداء الذي كان يشهده والأزمات التي كان يشهد منطقة الشرق الأوسط في الماضي ولكن خلينا نتكلم ونرجع إلى الأزمة اليمنية والملف اليمنية لأن أنا أعتبر بأن الملف اليمني من الملفات المعقدة ومن الأزمات المعقدة نهيك عنه لأن أقول لك أيضا على نقطة مهمة وهي نقطة إيجابية من قبل المملكة العربية السعودية بأن جميع المؤسسات وأن جميع المنافذ لابد من فتحها سواء برا وبحرا وجونا في هذا التوقيت بخصوص المطارات بخصوص الموانئة بخصوص الأمور الكثيرة جدا هذه أيضا جزئية خلينا نتكلم عن نقطة أيضا إيجابية بأن يوجد نية واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنهي هذا الصراع أو تنهي هذه الأزمة وهي أزمة اليمن في هذا التوقيت لأن أنا أرى من وجه التنظري أن الأزمة اليمنية أرهقت الجانب السعودي وأرهقت أيضا الجانب الأمريكي وأن هذا التطبيع الذي تم ونعم يوجد مفاجأة بخصوص إيران وأيضا السعودي وهذا التطبيع ليدى الجانب الأمريكي ولكن أيضا من مصلحة الجانب الأمريكي أن ينهي هذه الحرب على أراضي اليمنية هذه أيضا نقطة ولكن خلينا نتكلم عن بعض النقاط المهمة وحالة هذا الملف بأن النية واضحة الثقة لابد أيضا تكون أيضا هي نقطة انطلاق لابد أيضا من تبادل الأسرة إن في الأيام القليلة الماضية شهدنا أستاذ الكريمة بتأجيل ملف الأسرة وهذا أغضب سواء الجانب الحوثي كثيرا جدا بخصوص بأن يوجد نية مبيتة من قبل المملكة العربية السعودية وكما نعلم بأن المملكة وإعلام المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت يعني بعض الأهداف وبعض الأمور الاستراتيجية بأن يصل وسائل مهمة إلى الحوثيين أو منطقة الشرق الأوسط بأن بالفعل يوجد حلول جذرية لهذا الملف المعقد وأيضا يوجد أهداف واضحة ونيات واضحة من المملكة العربية السعودية لأننا نرى وأن هذه السياسة الجديدة للسياسة الخارجية أيضا للمملكة العربية السعودية الذي ينتهج الملك محمد بن سلمان بأنها لابد من الإصدهار لابد من الاستثمارات لابد من الاتفاقيات لابد من الشراكات لابد أيضا من التطبيع لابد أيضا من الرجوع مرة أخرى إلى صواب المملكة وأن المملكة يكون هي دولة القائدة في منطقة الشرق الأوسط هي التي سوف تحل بعض المشاكل وما شبه ذلك هذه أيضا جزئية مهمة أقول لك بعض النقاط المهمة التقارب الإيراني السعودي التقارب السوري السعودي التقارب السوري العربي يعني ننتظر كثيرا التقارب الإيراني مع الجانب المصري في ألوان المقبلة يعني أنا أردت بهذا التحليل أنا أقول بأن الوجه العام بخصوص منطقة الشرق الأوسط يشاهد تقاربات وتطبيع سواء مع الجانب المصري وأيضا الجانب التركي هذه أمور عامة ولكن العمور الخاصة الذي تخص الملف اليمنية يوجد أيضا نية من الجانب الحوثي أو الجانب الحوثيين وكما نعلم بأن الملكة العربية السعودية أخيرا أستاذ الكريمة عندما تم هذا التطبيع كان يوجد هدف الأكبر وهو هدف بأن إيران لديها نفوذ في العراق واللبنان واليمن وسوريا دكتور محمد إذن هناك الكثير من النقاط المهمة وفي جزئية الحديث عن الأسرة هناك اليوم كان إعلان عن عملية تبادل الأسرة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فما مدى أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على النزاع في اليمن هذا النزاع القائم منذ أكثر من سبع سنوات يعني لها تأثير كبير أستاذ الكريمة منذ قليل تكلمت معك على بناء الثقة أهم شيء في هذا التوقيت هي إظهار النية سواء لدى المملكة العربية السعودية وإظهار نية الواضحة والرغبة القوية لدى الحثيين في تمديد الهدنة وإنهاء الأزمة وإنهاء الحرب وإنهاء وأمور كثيرة جدا أنا أعتبر بأن ملف تبادل الأسرة من أهم الملفات في هذا التوقيت لأن إن تم هذا الملف سوف يبني عليه الحثيين ثقة كبيرة في دول التحالف وخاصة المملكة العربية السعودية وأيضا الجانب أيضا السعودي وكما نعلم بأن المبعوث الأممي الأمريكي تحدث على هذا الموضوع تبادل الأسرة وتحدث على أن يوم التاسع عشر من رمضان بأن يكون التبادل الأسرة بخصوص صنعاء وعدن واليوم الثاني بخصوص صنعاء والرياض واليوم الثالث صنعاء ومئرب هذه الأمور من قبل المبعوث الدولي الأمريكي هذا إن دل يدل على أن بالفعل تبادل أسرة من الملفات أيضا المهمة لا ننسى أبدا بأن يوجد ملفات كثيرة جدا في الداخل اليمني نهيك عن الأزمة الإنسانية نهيك عن الإعمار نهيك عن توحيد الصفوف نهيك عن المصالحة مع جميع الأطراف في الداخل اليمني دكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية كنت معي من القاهرة أشكرك جزيل الشكر